بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عين التعليمية أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء وطالبات العزيزات معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد رح نتعرف إن شاء الله على حرف من الحروف الهجائية وهو حرفه الواو الخاص لجميع المراحل الدراسية لمادة صعوبات التعلم للفصل الدراسي الثالث حتى نستفيد سويا من الدرس هناك تعليمات للصف الافتراضي تعليمات التعلم عن بعد أجلس في مكان هادئ أتأكد من الاتصال بالإنترنت أجلس جهسة صحيحة أستمع بتركيز إذن هذه تعليمات التعلم عن بعد هدفنا العام لهذا اليوم معرفة الطالب والطالبة قراءة وكتابة حرف الواو هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق لقراءة قصتنا وليد ولد صغير أخت وليد اسمها وردة أحدى وليد أخته وردة حمراء ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد إذن ما اسم الولد الصغير الذي ذكر بالقصة؟ ولد صغير ما اسمه؟ أحسنتم إذن وليد ما اسمها؟ ما اسم أخت وليد؟ أحسنتم إذن وردة أحسنتم بارك الله فيكم إذن ما هو الحرف الملون الذي ذكر بالقصة؟ أحسنتم إذن حرف الواو حرف ماذا؟ ممتاز حرف الواو بارك الله فيكم طلابي وطالباتي لكل حرف من الحروف يوجد لديه اسم ويوجد لديه صوت اسم حرفنا حرف الواو ولكن صوته و ما هو صوته؟ ممتاز إذن و إذن هذا هو صوت حرفنا لهذا اليوم بصوت مرتفع؟ ممتاز إذن و بارك الله فيكم نطبق حرف الواو وكيفية كتابته بالمحسوس باستخدام حواسنا حتى تثبت معلومتنا بشكل أطول سوف نستخدم القطن المدور بهذه الطريقة حرف الواو عبارة عن دائرة صغيرة بهذه الطريقة دائرة صغيرة بعد ذلك طلابي ننزل إلى أسفل إذن ننزل إلى أسفل بهذه الطريقة إذن حرف الواو طلابي وطالباتي عبارة عن دائرة وبعد ذلك ننزل إلى أسفل بهذه الطريقة وإذن ما هو اسمه؟ ما اسم صوته؟ ما اسم درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم حرف الواو حرف ماذا؟ أحسنتم إذن حرف الواو بارك الله فيكم طلابي وطالباتي نتعرف على حرف الواو وكيفية كتابة حرف الواو في أول الكلمة مثل صورة تشاهدون صورة ماذا؟ ممتاز إذن مثل صورة وكلمة وردة وقع في أول الكلمة وحرف الواو طلابي من الحروف المنفصلة من الحروف القوية إذن وقع في أول الكلمة أحسنتم طلابي وطالباتي إذن انتهينا من أول الكلمة ننتقل إلى وسط الكلمة في وسط الكلمة عندما يسبقها حرف منفصل يكتب بهذه الطريقة وعندما يسبقها حرف متصل يكتب بهذه الطريقة إذن حرف منفصل يسبقها حرف منفصل بهذه الطريقة تشاهدون نوع من أنواع الفاكهة ولونها أحمر ما اسمها؟ ممتاز فراولة إذن وقع في وسط الكلمة وقبلها حرف منفصل والآن تشاهدون نوع من أنواع الطيور ما اسمه؟ ممتاز عصفور إذن وقع في وسط الكلمة ولكن كتب بهذه الطريقة لأنها قبلها حرف متصل مثل كلمة ممتاز عصفور وننتقل الآن إلى آخر الكلمة ويكتب بهذه الطريقة عندما يسبقها حرف منفصل مثل كلمة جروا هذا الكلب الصغير اسمه بهذه الطريقة إذن اختتم بحرف الواو وقبلها حرف منفصل وقوي لذلك كتب بهذه الطريقة والآن حرف الواو في آخر الكلمة مثل صورة وكلمة دلو إذن يسبقه حرف متصل لذلك يكتب بهذه الطريقة حرف ماذا؟ ممتاز حرف متصل بارك الله فيكم إذن أوضاع كتابة حرف الواو في أول الكلمة بهذه الطريقة وفي وسط الكلمة بهذه الطريقة عندما يسبقها حرف منفصل ويكتب بهذه الطريقة عندما يسبقها حرف متصل وكذلك في آخر الكلمة لها طريقة هكذا وهكذا ممتاز طلابي وطالباتي والآن نتعرف على حرف الواو بالحركات بحركة الفتحة ومكانها فوق الحرف عبارة عن خط قصير وصوتها و ما هو صوتها؟ و بارك الله فيكم وننتقل إلى حركة الضمة ومكانها فوق الحرف وصوتها و ما هو صوتها؟ و ممتاز وشكل فمي هكذا إذن شكل فمي مضموم إذن شكل فمي هكذا وننتقل إلى الحركة الثالثة ومكانها أسفل الحرف وصوتها و ما هو صوتها؟ و بارك الله فيكم نسمع حرف الواو بالحركات بصوت مرتفع ممتاز و و و أحسنتم وحركاتها ما بها؟ أحسنتم وحركاتها قصيرة بارك الله فيكم طلابي وطالباتي شاهدوا هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ صورة ماذا؟ صورة ماذا؟ أحسنتم صورة وردة إذن صورة وردة أين مكان حرف الواو؟ أحسنتم إذن في أول الكلمة إذن كلمة ماذا؟ أحسنتم إذن وردة وقع حرف الواو في أول الكلمة وهو من الحروف القوية لذلك لم يمسك بالحرف الذي بعده وردة إذن حرف منفصل بارك الله فيكم طلابي وطالباتي هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا فكر وجاوب أرسم دائرة حول الأشياء التي تبدأ بحرف الواو ورقة أم شمس؟ ورقة ورقة من أوراق الشجر إذن صورة ورقة من أوراق الشجر أحسنتم إذن وابدأت بحرفه الواو ممتاز بارك الله فيكم طلابي وطالباتي وفي الختام يا مبدعين ومبدعات ماذا تعلمنا؟ أحسنتم تعلمنا حرف الواو وصوت حرف الواو وهو ممتاز إذن وابارك الله فيكم وتعرفنا أن حرف الواو من الحروف القوية المنفصلة لذا لا يمسك بالحرف الذي بعده وتعرفنا على كيفية كتابته في أول وفي وسط وفي آخر الكلمة وأصوات حرف الواو أريد سماعها ممتاز إذن وو وي بارك الله فيكم طلابي وطالباتي توصياتي لأولياء وطلاب وطالبات صعوبات التعلم التدريب المستمر والمراجع على فترات منظمة وغير متباعدة استعمال المحسوس ثم الصور ثم المجرد خلق بيئة محفزة بالتعزيز والتشجيع بأنواعه وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم وألتقيكم إن شاء الله في درس قادم كنت معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد اشتركوا في القناة